من الاهل للزمالك في الكونفدرالية الاهل في غانا الزمالك حيتقابل مع ابو سليم الليبي لكن ابو سليم ما بلعبش في ليبيا بيلعب في الجزائر وبالتحديد في استاد عناب بعثة الزمالك حتسافر للجزائر غدا بإذن الله لمواجهة ابو سليم الليبي وسط غياب ثمن لاعبي طبعا دي الجولة الخامسة لمباراة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية المباراة يوم الأحد القادم باستاد 19 مايو في مدينة عناب الجزائرية وحيكون في استيبال البعثة العبدالوحل السيد مدير الكرة اللي سبق البعثة لإجراء الترتيبات الخاصة عندنا سفرنا في الجزائر السيد سفير مختار وريدة من الناس العظيمة جدا والمحترمة جدا أنا عملته عن قرب في أكثر من زيارة للجزائر الشقيقة بيذلل كافة العقبات وشفناه حتى في مباراة الأهل مع شباب بوليزاد الأخيرة وهو بيزور النادي أهل في التمرين وفجوده داخل الملعب تقم السفارة بالكامل سواء كان القنصل وأيضا سات السفير مختار بيوريدة وكل القائمين على السفارة في الجزائر لهم كل التقدير وكل التحية حيغيب طبعا أو غاب عن السفر أو حيغيب عن السفر بكرة عبدالله السعيد وصيف فاروق عفر وناصر ماهر اللي حيسأل ليه مش حيسافروا من موجودين في القائمة لأن دول لعبوا مع فرقهم في دور الأبطال عبدالله السعيد وصيف وناصر موجودين مع برمز و بالتالي مش حيقدروا يلعبوا مع الزمالك لأنهم لعبوا في دور رابطة الأبطال كمان حيغيب عن الفريق محمد عبدالشافي طبعا للإصابة والوينش للإصابة نتمنى لهم شفاء العاجل وزياد كمال والسنغال إبراهيم النضاي وأحمد فتوح الزمالك كمان خبر أن الزمالك طبعا يعني بيكشف حقيقة إرسال طرب لرفع الوينش وعبدالشافي من قيمة الفريق أما طبعا الوينش أجرى عملية الرباط الصريبي وبدأ مراحل التأهيل الأولى وعبدالشافي القيمة الكبيرة جدا في القرة القدم مصري وفي الزمالك بأخلاقه هيجري الرباط الصريبي إن شاء الله في علماني نتمنى له الشفاء العاجل فالزمالك حرفاها من القيمة من حق الزمالك إنه هو وفقا للواحل التحدي الدولي لو فيه أي لاعب في مركزهم فريق مش متعايد في فريق يجيبه وينحط في القيمة أنا حبيت أتواصل عشان أخذ المعلومة اللي مليون في المية قال لك إن لاحل التحدي الدولي تسمح بذلك وبتحال إلى شؤون اللعبين هي اللي تقرر الأمر وبالتالي من حق الزمالك إنه هو يعمل كده النهاردة كمان دكتور حسام المندو تسلم حكم عودته لمجلس الزمالك وأنا قلت بالأمس عاوزين حالة من الاستقرار داخل نادي الزمالك خلال هذه الفترة والفترات القادمة إن شاء الله بإذن الله لأن أنا قلت بالأمس أنا من أنصار طالما أجريت الانتخابات فلابد أن تكون محصنة اعمل تعونك قبل الانتخابات قبلت أو رفضت لكن مع إجراء الانتخابات لابد أن تكون محصنة لأن أنا كده ضيع كتير جدا من الوقت ومن الجهد ومن المال ومن استقرار النادي بعد ما يتم انتخاب مجلس إدارة يجي واحد يروح تخصصه المحامة وخلافه بورقة يرفع عضية يقض حكم يباوز الدنيا كلها فأنا دايما مع أنصار أن المجال استبد أن تكون محصنة طالما أجريت الانتخابات مع أنا الدكتور مين يا فنم طيب هاخد الخبر ده ده الوقت حاضر حاضر فأنا مع الموضوع ده تماما طيب قلت لكم في بداية حلقة